حراك داخل الكونغرس الأمريكي في الولايات المتحدة يقوده مشرعون من الحزب الجمهوري هدفه قطع مشاريع المساعدات المالية الخارجية للدول التي لها ارتباطات مع إيران في الشرق الأوسط وعلى رأسها العراق ولبنان ووفقا لتسريبات نشرتها صحيفة واشنطن فري بيكون فإن لجنة من النواب الجمهوريين يريدون قطع أموال دافعي الضرائب التي تدعم إدارة الرئيس جو بايدن لتنفيذ اتفاق نووي جديد مع إيران من خلال خفض التمويل للأمم المتحدة وحكومتي بغداد وبيروت وتريد اللجنة قطع الأموال الأمريكية عن وزارتي الدفاع والداخلية في العراق التين تعملان بشكل وثيق مع الميليشيات المرتبطة بإيران وفقا للصحيفة وبحسب المقترح فإن هذه الميليشيات هي نفسها التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجمات على القوات الأمريكية في العراق بما في ذلك الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد أواخر عام 2019 الحال نفسه بالنسبة للبنان حيث يرى المشرعون أنه بات ضروريا قطع المعونات المالية للجيش اللبناني عادين إياها بمثابة أموال طائشة في بلد تسيطر فيه ميليشيا حزب الله على الحكومة والاقتصاد في آن واحد ويقول مشرعون جمهوريون إن ملايين الدولارات المقصصة سنويا لدعم دول في الشرق الأوسط تفيد المسلحين الخاضعين لسيطرة إيران مثل الميليشيات الولائية في العراق وميليشيا حزب الله في لبنان التي تشكل تهديدا للأمن والسلم الإقليمي والدولي وفي مقابل ذلك يضغط المشرعون لزيادة التمويل الأمريكي لحلفاء واشنطن لمساعدتهم في مواجهة إيران ووكلائها ويرى خبراء في الشأن السياسي أن الهدف من التحرك الجمهوري داخليا إرسال رسالة إلى البيت الأبيض والنواب الديمقراطيين مفادها تقويض أجندة السياسة الخارجية الحالية لإدارة بايدن في حال انتزع الجمهوريون الأغلبية بعد الانتخابات النصفية للكونغرس في شهر تشرين الثاني القادم ترجمة نانسي قنقر